اهلا وسهلا بحضراتكم مرء أخرى عزائي المشاهدين معنا الحقيقة عبر زوم واحد من أساطير ليفربول وكرة القدم الإنجليزية ديفيد فركلوف صاحب المسيرة الطويلة مع ليفربول والمتوج بكل البطولات في السبعينات والثمانينات مع الريدز وهو أيضا ضمن أفضل 20 لاعب في تاريخ ليفربول وأحد أبرز نجوم الجيل الدهبي المتوج بثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا هنتكلم معاه في كل الملفات عن محمد صلاح وعن ميسي وعن كل هذه الملفات خليني أبدأ طبعا بتحية هذا النجم الأسطوري الكبير ديفيد فركلوف أهلا بيك مساء الخير يسعدني جدا أن أنا أكون معكم النهاردة أهلا بيك طبعا على شاشة قناة النادي الأهلي وأول سؤال لحضرتك في البداية كيف ترى انطلاق الموسم في البريمير ليج بتتويج ليستر سيتي بالدرع الخيري المفاجأة كانت أن لاستر كان قدام منشستر وأنا شايف أن معظم الفرق كانوا متوقعين سيتي هو اللي يكسب كل المباليات اللي كان بيلعبها اليومين اللي فاتوا ولكن البداية بداية الموسم ربما يعني أدري أقول أن هي كانت نقطة بداية كويسة أن يكون في هذا التنفس قدام منشستر ومنشستر سيتي ويونايتد وشالسي أنا شايف أن المنافسة بيني تلاتة نظر ستكون قوية الموسم ده طيب تتوقع ان تلاكت ليفربول إزاي في هذا الموسم أو الموسم المقبل طبعا أنا شايف أن هم إن شاء الله هيعملوا بداية قوية وربما هنحتاج واحد أو اثنين عقود جديدة قبل ما تتفتح قبل ما تغلق ويندو التعاقدات أنا شايف أن ليفربول النهاردة بالتأكيد حينافس على الألقاب الكبرى طبعا طيب من وجهة نظرك مين اللي ممكن ييجي خلال الفترة اللي جاية يعمل إضافة في نادي ليفربول إحنا كنا بنحاول نتواصل مع العديد من اللاعبين وطبعا الموضوع صعب كما تعلم إن إحنا نتكلم يعني نتكلم بأكادة عن مين اللي حتكون الإضافات الصحيحة لكن اللي قدر أقوله إن ليفربول محتاج هداف وطبعا الإختيارات المتاحة النهاردة إن إحنا لازم نراقي هداف كويس آه قليلة وغالية جدا في نفس الوقت آه قام أأكد التكلفة طبعا عالية آه لإن إحنا اتواصلنا مع كيزة وطبعا آه يعني اسمح لي أقول يمكن اليوفي ما يقدرش إن هو يرد علينا أو يسيبوا يرحل بالسرعة دي ولكن لعب على هذا المستوى طبعا هتكون إضافة قوية للنادي طيب محمد صلاح والكل ينتظر كيف ترس تمراره مع ليفربول وتوقعاتك له هذا الموسم هل ينافس على لقب الهداف ولا من الصعب أنه الموسم الثالث على التوالي يقدر ينافس على لقب الهداف أنا يعني على أكاد إحنا بنحب الأجوان واللي بيعملها محمد لينا سنة بعد السنة بيقدم لنا أجوان هدايا إحنا طبعا عشان هو يقدر يحفظ على هذا المستوى من اللعب ده شيء صعب ولكن إحنا بنتمنى وعارفين إنه بيعمل كل إدراليه عشان يفضل اللاعب اللي بنحبه واللي عرفناه محمد صلاح هو نهارده أكبر هداف بالنسبة للنادي ده شيء معروف للكل طيب بما إنه أفضل هداف للنادي كيف متى تتوقع أن يعلن ليفربول تقديد تعاقد محمد صلاح ده شيء بالنسبة لنا بننتظره لأن ليفربول عنده يعني مغطي هذا الأمر بسرية بعض الشيء من الطبيعي إنه يكون عنده سرية عن كيفية إدارة أعماله إحنا منتظرين إنه وصلنا نتائج ولكن أنا متأكد إن خلف السطار سواء النادي أو محمد صلاح بينهم النهارده مفاوضات دايرة ولكن في الآخر القرار حنعرفوا لما يتم إعلانه وأتمنى ده يكون سريعا لأنه هم مش حيسمحوا إن المفاوضات تتول أكتر من كده طيب هل من المتوقع أن تحدث مفاجأة قبل غلق باب الانتقالات بانتقال محمد صلاح خارج ليفربول ولا لأ محمد صلاح مش هيسيب ليفربول على حد اعتقادي ده شيء لن يحدث ولكن اللي شايفوا إن كل الفانس بتوع النادي إحنا نفسنا يعني بنأمل إن هو يكون معانا سيزن أو اتنين كمان وإن شاء الله ده هيتأكد عند نهاية الويندو بتاع السيزن طيب ميسي هل تتوقع النهارده كان المؤتمر الصحفي لأعظم لعب كرة قدم في العالم خلال هذه الفترة في الفترة الأخيرة ليونيل ميسي هل تتوقع انتقال ميسي للبريمير ليج خلال هذا الموسم ولا لا يعني حيفجئني صراحة لأن هناك فقط ناديان على مستوى أوروبا كلها اللي تقدر تتحمل الحجم المالي لميسي تشالسي ربما يكون أحد هذه النوادي اللي تقدر أنها يتمول مثل هذه الصفقة ولكن أنا بقول أن مانشاستر سيتي مش هيكون عندهم ما يكفي لضم ميسي وبالتالي ما بيتهيق ليش طيب معلش بما أننا بنتكلم عن النواحي الاقتصادية هل من المتوقع أن راتب محمد صلاح قد يكون عائق بالنسبة لليفربول خلال الفترة اللي جاية بالنسبة طبعا للناحية الاقتصادية لأنه جائحة كورونا عاملة مشكلة كبيرة في هذا الآن أو من الممكن أن يتخطى سقف الرواتف في ليفربول أنا شايف أن الصلاح أن النادي عنده إمكانيات مادية كويسة وأن هما يوفروا لصلاح عرض مناسب ده شيء أنا بعتقد أنه حيعملوا لإقدروا عليه لعشان يخلوه سعيد لأن النهاردة اللاعبين أنك تجد اللاعبين من هذا المستوى حتى وإن كان بعد اللاعبين نهاردة بيطلبوا أرقام مجنونة على حد تعبيره إلى أنه إحنا حنحاول أن يكون الصفقة في صالح صلاح والنادي ممكن أعرف ده سؤال بقى عايزة أسأله لحضرتك ممكن أعرف رأيك الشخصي أول ما عرفت أن محمد صلاح قادم لليفربول من أربع سنوات كان رأيك إيه في هذه الصفقة؟ نعم إحنا شفنا أنه سيكون إضافة كويسة من أول لحظة طبعا إحنا كنا عارفين كويس عن مهاراته وأنه لما لعب للبازل والإيطاليا طبعا مش عايزة أقولك فاجأنا بمستوى بالمستويات اللي حققها في السيزنز الأولى في السيزنز الأولى وطبعا لما وصل لهذا الليفل العالي جدا ابتدى الناس يبقى عندهم تطلعات أكتر وأكتر فيه وأنا شايف أن نهارده محبين النادي ومحبين الكرة على مستوى العالم بيدوروا دايما يتفرجوا على كرة صلاح تمام أخيرا النادي الأهلي طبعا وهو أعظم نادي في القرى الأفريقية ونادي القرن الأفريقي توج باللقب العاشر لدوري أبطال أفريقيا وتأهل تاني مرة لكأس العالم للأندية للمرة التانية على التوالي ماذا تقول عن هذا الإنجز؟ طبعا هذا شيء ممتاز أن يكون الفريق شامبيون بطل لكل هذه المرات المتتالية والحفاظ على هذا اللقب هو ليس بأمر سهل فبالتالي الحصول على هذا اللقب كل هذه السنوات المتتالية هو شيء النهاردة بيجمع اهتمامات الناس بالذات لأن الفريق لعب وطاقاها المرتين للورلد كوب وأنا شايف أن قدامه مستقبل كبير أنا بشكرك شكرا جزيلا أحد ديفيد فيركلوف واحد من أهم وأكبر أساطير كرة القدم في ليفر بول وزي ما قلت لحضراتكم في البداية واحد من أهم وأفضل عشرين اسم في ليفر بول خلال تاريخه بالكامل أنا بشكره جدا جدا طبعا